بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا نص فهم المنطق موقف صعب للسنة الخامسة ابتدائي وسنبدأ أولا بقراءة النص ثانيا سنجيب عن الأسئلة ثالثا سنعبر عن المشهد تابعوا معي ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت ومشاركة رابط الحصة لدعم بشرة أمل موقف صعب أخذ قلبي يدق بسرعة لدن أخبرنا المعلم أن المدير سيوسع علينا نتائج الفصل الأول وددت أني لم آتي إلى المدرسة اليوم فقد كنت أعلم مقدما أن نتيجتي غير مرضية فأنا لم أبذل جهدا يستحق الذكر وتعالى صوت المدير يقول أمامكم الآن حصيلة ثلاثة أشهر دراسية فتهانية لمن عمل أما الآخرون فبيوسعهم أن يعوضوا ما فاتهم وفي نهاية السنة تحصدون ما تسرحون وأرجو أن أهنئكم جميعا فيما بعد ابتدأ المدير بتوزيع العلامات فصفق التلاميذ للمجدين ورحت أنتظر نتيجتي فطال انتظاري وجاء اسمي آخر الأسماء تناولت دفتري دون أن أجرؤ على النظر إلى المدير سال عرق الخجل على وجهي وانحدرت دمعتان ساخنتان على خدي فقال لي المدير مشجعا لا تبكي يا عبد الرحمن بل تشجع واشتهد وإنني متأكد أن نتائجك ستكون أحسن بكثير في الفصل الثاني وعدت إلى مكاني مضطربا وهنا خطر على بالي أبي وأمي ماذا سيقولان لي ماذا حصلت بعد ثلاثة أشهر لما لم أكن بين الأوائل حتى يسفق لي منذ ذلك اليوم قررت أن أجد واشتهد ولا أدعى وقتي يذهب سدى وعاهدت نفسي على مضاعفة الجهد وها أنا اليوم إنسان ناجح في حياتي الآن بعد الاستماع لنصفهم المنطوق موقف صعب سنجيب عن الأسئلة لدينا السؤال الأول كيف تفسر حصول عبد الرحمن على هذه الرتبة في القسم نجيب تحصل عبد الرحمن على هذه الرتبة في القسم لأنه لم يبدل أي جهد يستحق الذكر في دراسته ثانيا ما سر نجاح عبد الرحمن في حياته طبعا الإجابة موجودة في النص سر نجاح عبد الرحمن في حياته هو الجد والاجتهاد وعدم ترك الوقت يذهب سدى إضافة لمضاعفة الجهد ثالثا لتكون أنت أيضا شخصا ناجحا في حياتك ماذا عليك أن تفعل لأكون شخصا ناجحا في حياتي علي أن أشتهد وأعمل وأختنم أوقاتي فيما ينفع إذن هذا فيما يخص الأسئلة الآن الجزء الأخير أشاهد وأتحدث استحذر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد لدينا هنا التلاميذ لدينا المدير المعلم عبد الرحمن هنا في القسم نعم إذن نقول أشاهد في الصورة عبد الرحمن يحمل دفسر نتائجه وعلامات الحزن والحصر بادية على وجهه وعلى يمينه المدير يواسيه ويشجع على بذل مجهود أكبر في الدراسة من أجل التحسن في الفصل الثاني والثالث إذن هذا فيما يخص حصة اليوم هنا تكون خلاص تمعانا دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته